السلام عليكم ورحمة الله طاب الله مساءكم إن شاء الله هذه حلقة جديدة من سلسلة لقاءاتنا الأسبوعية مع رشاد في مستهل هذه الليلة طبعا كنت حاب نتكلم أولا نعود باسم الحركة إلى تلك الفاجعة حادثة الطائرة التي تحطمت وذهب ضحيتها تقريبا مئة شخص من إخواننا وأخواتنا من جنود وعائلاتهم إلى غير ذلك فطبعا حركة رشاد تقدم التعازي لكل هؤلاء وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بالرحمة وهذا من قدر الله فلله ما أعطى ولله ما أخذ طبعا هذا الحادث جاء نحن ما ندخل في تحليلات حولك حادثة الحادث يقع في أي مكان ولأسباب مختلفة ونظن أنه من باب احترام لأرواح الضحايا وعائلاتهم وظروفهم وكيد أنهم عاشوا أوقات صعبة وجد مؤلمة فلا يمكن إلا أن يكون موقفنا بالدعم لهم وبالوقوف معهم كمواطنين وكإخوة وخوات لنا غير أنه طبعا هذا حادث وطني الطائرة طائرة عسكرية جاءت في ظروف يعني تحسراع معروف على الساحة بين أجنحة النظام إلى غير ذلك وللأسف كنا نأمل أن في مثل هذه الحالات أن يلتقي الناس الجزائريون على يعني مناسبة للتآذر لأن يشد بعضهم عضو دابعض لكن إحنا فجئنا بالشيء في حركة راشاد أنه أول من بادر سواء شكلا أو مضمونا بانحراف في هذه القضية كان من رئيس الجمهورية حد ذاته عبد العزيز بوتفليقة لماذا أذكر هذه القضية طبعا نتكلم على قضية تحطم الطائرة عبد العزيز بوتفليقة أتكلم وقدم تعزية للعائلات وهذا مطلوب ويعني يحسب له شيء جيد لكن الشيء الذي يلفت انتباهنا ويخلينا في مجال سياسي وحتى في مجال احترام لهذه العائلات نعجب للطريقة التي طبعا وقع ذلك أولا نذكر أنه عبد العزيز بوتفليقة إضافة إلى أنه رئيس الجمهورية هو كذلك وزير الدفاع نعم هذا النظام هو كما هو طبعا لكل انحرفات هذا انحرف آخر ما يقدرش يكون عنا وزير دفاع إنسان آخر وما يقدرش يكون عنا وزير دفاع كدول أخرى يحطي أمثلة فيما يلي يكون مدني فبوتفليقة هو وزير الدفاع يقدم التعزية يقدم التعزية هذا مواجبه وهو رئيس المورية وزير الدفاع ومطالب بذلك كان الأولى يعزي العائلات ويوقف معهم وطبعا يعطي التعليمات حتى كل أجهزة الدولة بكل ما تملك تكون في سند هذه العائلات في هذا في هذا الامتحان وفي هذا المصاب الجلد إلا أننا نعجب أولا عبد العزيز بوتفليقة وزير الدفاع يعزي من يقدم برقية التعزية إلى نائبه ونائب وزير الدفاع قايد صالح أنا شخصيا ما فهمت معنى هذا الكلام ما فهمت يعني واحد لو كان واحد من عائل قايد صالح تقاس لو كان شي نقول لكن أنت وزير الدفاع تتكلم مع الجنود ما كترح تعزي نائبك أنت الأمر الآخر الذي كذلك يثير الدهشة وحقيقة الإشمي أزاز أنه بهذه المناسبة يدخل ويأتينا بهذا خطاب لغة الخشب وأن الجيش وكذا وكأنه طبعا يتكلم بين الصراع البهدلة لصراع يعني هذا الكلام والتراشق بين جنرالات في الجزائر والناس في جبهة التحرير أو ما تبقى منها في هذا التدليس الذي تجر به جبهة التحرير التاريخية تعرف القصة بين سعداني والتوفيق والجنرال فلان وفععلان يأتينا بودفليقة في هذه المناسبة ساكت كما يقولوا ساكت دهرا ونطق كفرا ساكت في وقت الأزمة والتمزيق كل ما يمكن أن يسمى أنه من ما يعبر عن الدولة الجزائرية حبينا ولا كرهنا وزير دفاع قائد أركان رئيس مؤخبارات رئيس أمين عام لأكبر حزب كما يقولهم في الجزائر يجي عبد العزب وتفليقة يتكلم على شيء في وقت فاجعة على الناس لماذا تدخل هذا الأمر السياسي أنتم في نظام فاشل في نظام متعفن متمزق متناحرين بيناتكم بكل أجنيحتكم وهنا موقف حركة رشاد واضح ليس كما لبعض واحد يقول لك دارو الدابز أنا نتخبى مرتوفيق ولا نتخبى مع جهاز بوتفليقة وكاي اللي يشد العصام من وسط كاي اللي قال لنا مثلا هو يدعم التوفيق ويدعم ترشح بوتفليقة العهدى رابعة القضية في آخر المطاف ماذا خلوني أن نبقى وزير فقط اسمعنا هذا الكلام فإذن هذا الأمر في شكله في مضمونه يبين إلى أين وصلت يوصل به هذا التعف عن النظام رئيس غالب ما قادر حتى يكلم المواطنين تعه بسبب مرض وحنا قلنا تكرارا أننا لا نتكلم عن مرض الرجل احتراما له كإنسان لكن كوظيفة هذه كارثة الآن وصلنا لها النظام أصبح في تمزق دائم وكامل أجنحة متصارعة جنرال يهدد قائد أركان الجيش أمين عام حزب الأفلان حزب السلطة يطيح بكل يعني بقوة على رئيس جهاز المخابرات وحنا عارفين كل هذا التشكيلات كل هؤلاء أمني مثلوا النظام بأجنحته وصراعاته وقلنا مرارا وتكرارا في أوقات سابقة الكلام اللي قالوا اليوم سعداني ما هوش مفاجأة لنا هذا نقول فيه منذ سنوات لكن الشيء العجيب أن الجزائرين فيهم مازال لم يتفطن للموضوع لم يتفطن للموضوع ومازال يتكلم على أساس لغة الخشب الديماغوجية ونحن نقول في يومنا هذا أن هذه الأشياء اللي نراها اليوم تجعل في خطر من ما يتجعل في خطر العهدى الرابعة تعبو التفليقة ولا الخامسة ولا ما شئتم ولا منصب فلتانة وعلان أصبحت الآن تهدد الدولة الجزائرية الدولة الجزائرية والأمة الجزائرية والجزائر كدولة كحدود كتاريخ كامتداد كامتداد كضمان حقوق المواطنية إلى غير ذلك أصبحت الآن مهددة من طالف من مش إرهاب ولا سراقين لا من أعلى هرم السلطة رانا نشوفه في مصرحية الآن في مهزلة سياسية رئيس غائب وفيه من يحرس على أن يبقى رئيس وعارفين احنا الأسباب عليه قلناها عمرارا وتكهارا الناس الآن لتنادي ببقاء الرئيس مش حبا في الجزائر حبا في مصالحها هي فإذن الإنسان اللي رأي حب يخمم باش يبقي عبدالعازيز بوتفليقة الآن في الحكم هو هذا إنسان يخمم يعني عفوا يفكر في مصلحته الشخصية في نفوذه فيه من يرى أن غياب بوتفليقة سيدخل للسجن لأنه سارق كائن كثير فيه من يرى أن غياب بوتفليقة ما يبقاش وزير لأنه عارف نفسه أنه ما هوش وزير بحكم كفاءة فقط أو بحكم فوز في انتخاب أو بحكم مطلب شعبي فقط لأن الفنان داروا ثمان وكذلك أجنحة في الجيش ترى أن أنها مهددة في سلطتها على النظام إذن هذا النظام كما نرى علاش باني الشرعية تعبين قوسين على أمور يعني ثلاث أولا يتكلمنا بل لازم يبقى هذا النظام قالت إنجازات آه بوتفليقة دار الطرق دار كذا دار كذا يا شعب في قرواحكم يا ناس وش هذه الإنجازات لكم تكلموا عليها أنا أي إنسان أي تافة هاي مجنون تحط له هنا خزان تعاموا اللي ما عاشي دير بها يبدأ يرمي ويبزع سامحولي للآخر يبزع خبطة عشوة أي مرة تصلح طريقة هنا ولا مستشفى بينما نعرف إذا تكلمنا على ميادين معينة هما هذا أصحاب النظام وعلى رأسهم بوتفليقة كيف مرضو ما رعوش إجدوا في الحراش ولا في الجلفة ولا في عين بنيان لا لا يمشوا الباريز يدوا عارفين وهذا إن كان دليل على صحة نظام الصحة الجزائرية ما كانش دليل أكثر من هذا كذلك يعني أمر آخر يتكلمنا عليه دائما جانب الإنجازات الجانب الآن هو قضية إنجاز يعني الثورة الجزائرية وامتدادها وعلى أساس أن هؤلاء الناس هم ورثت الثورة ويكلمون بهذا الأسطورة الجيش الوطني الشعبي ساليل جيش التحرير الشعبي يا ناس حبسونا من هذا الهلاف الجيش التحرير الشعبي الجزائري كل يسالوا فيه وكل يحبوه يحترموه لأنه قاموا ناس بوسائل بدائية وواجهوا المستعمر وطردوه إلى أما اليوم يعني لو نأخذ فقط كلام سعداني على الجنرال الفلاني أو الجنرال الفلاني على القائد الأركان وش يقول هذا بن حديد على قائد الأركان هذا هو ساليل جيش التحرير هؤلاء ناس رأم في مراكز يتكلموا على مصالحهم وعلى مناصبهم هذا صحيح أما أن يبدأ شيء يتقاو يردوننا هذا الكلام ساليل الجيش التحريري إلى غير ذلك كفونا من هذه المغالطات ولا واحد رأي يصبح يعني يصدق هذا الكلام التافه أمر آخر وهذا تفنن فيه البعض وأنه عندما يخطئ النظام بل ينحرف مش يخطئ ويهد الدولة الجزائرية بكل مكوناتها مقدرتها فيه من ينادينا يقول لنا واش آه فيه تهديد أجنبي فيه تهديد أجنبي يا ناس تقول الله التهديد الأجنبي متى يجي؟ عندما تكون دولة مهلهلة عندما يكون رئيس غايم موجود أصلا عندما نرى التناحر على أهل على مستوى السلطة عندما نرى أن السرقة والرشوة بكل معانيها أصبحت هي معلمة هذا النظام النظام هذا لكي نعرفه سرقة ورشوة واختلاس أموال وإفلات من العدالة هذه هي سمات النظام اليوم لذلك الإنسان اللي يجي يخرجنا هذه الشطاطة هذه القماش الأحمر كأنه فيه ثور يهجم عليها آه تهديد أجنبي التهديد الأجنبي أنتم مالكم جايبينه شكون هذا اللي يفتح المجال الجوي للجيوش الأجنبية شكون اللي يرى خلى يعني هذا التعفن على المستوى الأمني على مستوى انهيار منظومة الدولة الجزائرية معروف هو نظام قائم مفلس علش نحمل الغير فشل هؤلاء شيء آخر من الناس كذلك اللي يتكلموا على هذا يعني التكالب الأجنبي حسب زعمهم مرأة يعني سياسية نذكرها الويزة حنون يعني دعلته هذا هو سوق انتاحة يعني دايما تنادي به وماشي يعطيه عظم في الجيش وكذا نحب يكون عندنا جيش عظيم وقاوي على رأسه ناس يعني عندهم قدرة حتى يدافعوا على الشعب وعندهم وسائل يكونوا كذا إلى غير ذلك مش هذا يليش نشوفوه وللأسف أن مرأة هي اللي تأتي تحكينا هذه الحكايات قائد الأركان نائب وزير الدفاع كما يزعمون ما نشعر فين علىها يعني الخلط بين العسكري والسياسي ما نشعر فين شكول لي أمر با وهذا الهندام وهذا الضخم وكذا اللي يوضع لوزير الدفاع أنا حبيت نقول لهذه المرأة الجزائرية يا ليت هذه المرأة يعني أقدمت بفعل سياسي قوي تكلموا على وزير الدفاع فيه دولة أخرى دولة بعيدة علينا ما تهمنا فيه يومنا ألمانيا على رأسها على رأس وزارة دفاعها إمرأة مدنية يعني ماش جاية من الجيش سيفيل مدنية علش علش طلعت يعني الشعب زكة حزبها وانتخبها في مرات عديدة وطلعت وقلت وزير الدفاع أمرها ما يكفيش أنها أمرها أمرها هذه عندها سبع أطفال يعني ربطوا بيت يعني كما يقول بين أمورها حاصلة على شهادات عليا وتتقن لغات هاي نمط امرأة ناجحة وما جيش يقولون بل إحنا ما حابين للمرأة تصل إلى أعلى مستويات يعني نعطي مرأة على رأس وزارة الدفاع دولة ونص كما يقولون ما هيش دولة كارتون ولا دولة الموز دولة دولة اسمها ألمانيا وتم تعرفون مكانتها وقوتها إذا نشوفوا المرأة في بلاد محترمة مدنية ربط بيت عندها سبع أطفال حاصلة عشهادات طبعا تسير أمرها بكفاءة وبقدرة وبدعم شعبها ولكن للأسف إحنا في بلادنا تخرج لنا مرأة يا ليت تعملنا دور سياسي قوي وتأتينا بأشياء لتقنع الجزائر اللي يغير على بلاده تكلمنا على غزو أجنبي على خطر أجنبي نعم فيه خطر أجنبي ننتفق معها لكن من هو السبب شكو اللي يجاب لنا هذا المصائب لبلادنا هل هو معارضة واثنين لا اللي يجاب هذا المصائب هو رئيس غائب وأخفق هي طبقة سياسية غيبت هي رشوة هي فيه استعداد عند الطبقة السياسية لأن ترشي وترتشي تبيع بالرخيص والغالي اللي جاهات برك يعطوهم هذا هو الخطر على الدولة الجزائرية ما وش هذا التفاهة يعني التفاهة التي تصار من وقت لآخر من هذا الطبقة السياسية المعتمدة التي تحروم حول حمى الكرسي واحد يشوف بلليلة باشي يعيش لازم يتعلق في التوفيق واحد لازم يتعلق في بوتفليقة واحد يتعلق بيناتهم ما عارف شوين يشوف يسنة وين تمشي الحالة لا أبدا ما وش هذه الجزائر اللي نحببين احنا نحبين جزائر العزة جزائر اللي تأخذ أصلها من تاريخها من امتداد قوتها وكرمتها اللي تقول للإنسان المفلس والسارق تقف عند حدك اللي تقول اللي حاب جاء يغزي أمورنا من الخارج سنكون لك بالمرصاد ما عيش جزائر المماطلة جزائر التملق جزائر جزائر الخسران جزائر التبهدير كما يقولون أنا كجزائري يعز علي أن أرى أعلى هرم السلطة في الجزائر يتناحر بينه كما نشوف في هذا المهزل القايمة اليوم لكن للأسف كل المؤشرات وهذه منذ سنوات نقول فيها الكلام كل المؤشرات كانت تبين أنهم ماشين لهذا وللأسف ماشين لما هو أخطر لأن هذا النظام بكل مكوناته وأجنحته أصبح هو الخطر على الجزائر وأي تفسير آخر هو يعني إقدام على تنامي هذا الموضوع هذا الموضوع والذهاب بالجزائر إلى ما لا تحمد عقباه أصل إلى أمر آخر هذه الأيام كذلك نسمع من كلام الغرائب والعجائب محمد السادس ملك المغرب يهني أبو تفليقة أبو تفليقة يهني محمد السادس علش محتفلين رغم يهني بعضهم بعض على بناء الاتحاد المغاربي والله يعني ينسان يبقى حاير من نفسه عن أي اتحاد يتكلمون الاثنين على ويش حدود مغلوقة أمس المغرب تتهم الجيش الجزائري أن أطلق النار على المغرب وكذا المواطن ما عندوش المغربي الشعبي ولا الجزائري اللي حابين يكونوا مواطنين بناتهم يربطهم كل شيء تاريخ دين لغة تقاليد أمازيغ من هنا هناك عربية من هنا هناك إسلام من هنا هناك لهجة وحدة كلام واحد ثقافة وحدة مأكولات وحدة لكن يفرقنا يفرقنا جنون ساسة يحكمون في هذا البلدان فعيب أن تنتهج سياسة النفاق يهنوا بعضهم بعض على ما تقولوش اشتعبكم يا ناس رانا اخفقنا في بناء هذا الوحدة المغرب الكبير اخفقنا ورانا هلكناها بعد 35 سنة ما زالين يومنا هذا الحدود مغلوقة وتهنوا بعضكم بعض على ويش تهنوا بعضكم بعض على شتم متواصل على صراع نحو التسلح مش للحفاظ على أمن المنطقة لا بشي هذا يضرب هذا فقط هذا هو الأفق انتحهم ما وش أفق بعيد تعبنا قوة إقليمية تعوحدة بين الشعوب تعوحدة اقتصادية تعقوة اقتصادية في المنطقة تعططوير القدرات العلمية واللغوية والثقافية والإبداع لا ما وش هذا هو حلمهم أن ها ها مشال الصحراء ها جامل آخر أغلغ للحدود ها دخل لي الكيف ها ورا سرق لي البنزين نبقاه هاك في هذا المحوط ومن المسؤول عنه مرة أخرى يجينا ممكن واحد المفسرين قوة أجنبية لا لا حكامنا اللي راهم الآن في السلطة هم السبب من جانبهم الآخر بش نكونوا واضحين نحن في حركة رشاد موقفنا من اثنين كل مستبد ومنحرف بالنسبة لنا خطر على شعبه إذن هذا الوضع السيء الذي نعيشه وكل مرحلة كل عيد يجينا ل بش نحتفله في شيء يذكرنا فقط بالمرارة شاهد في براير كذلك وش هو يعني المفروض كان يكون كذلك الذكرى احتفال بتاريخ محترم بالنسبة للجزائر هو تحت يعني تأميم المحروقات ها كان تاريخ تأميم المحروقات يأتي الذكرى التاعه في فبراير لكن هل نقول حقيقة أن الجزائر الآن استرجعت قدراتها واقتصادها ولا نشوفه فقط أن المحروقات تحرق ها يعني بش نكونوا واضحين في الكلام تحرق أن المحروقات سمحت لناس اللي كان من المفروض يحرصوا على يعني قدرات واقتصاد الجزائر بش يختلسوا أموال أمس فقط نسمع يعني زيادة على يعني القضايا والإزافير كما يقولوا شاكي بخليل وصنات راكل وذيك القضايا الإيطالي راح يدير مذكرة توقيف ضد شاكي بخليل هذا هو الشي اللي كنا حابين نوصلوا له في تأميم المحروقات بش تعطى راشاوة بمئات الملايين من اليورو لأناس يعني تفننوا وأبدعوا في الإختلاص والفساد المالي والسرقة كل هذا إخواني يوصلنا إلى للأسف وبقلب متحصر دائما نقوله هذا كلام الواطنين والحق كنا نعمل أن نأتي بأشياء أحسن لهذا الشعب المكلوم اللي يشوف المنكر ليلة نهار نحن مقبلون الآن على ما يسمى انتخابات رئاسية ومازال الكلام نقول يسمى لأن موقف حركة رشاد واضح نحن موقفنا ما هوش كما يقول البعض المقاطعة وإن كان نعجب كيف أن بعض الأحزاب تقاطع إنما كانت شاركت في انتخابات أخرى لا تقل لا تقل بل تفوق ربما تفوق اللي راح تجي في التزوير ويعني التلاعب بأصوات الجزائريين لكن خليهم احتاروا المقاطعة إحنا البعض يقولوا رشاد هو إش قاطع تشارك طبعا رشاد عندها موقف نسميه عدم المشاركة وبالنسبة لنا أقوى من المقاطعة لأن اللي قاطع الآن هو يقاطع حدث هذا الانتخاب بالذات إحنا لا نشارك لأننا قلنا تكرارا ومرارا أن هذا المنظومة السياسية القائمة هي انحراف مش فقط طريقة الانتخاب طبعا فيه كلام طويل وعريض يعني عندما يأتي تعيين يعني المشرفين على الانتخابات تعينهم السرطة حسب نذكر بعض المواد في قانون انتخابات قانون 2012 أين مثلا مجلس القضاء هو لعين القضاء الذين يشرفون على الانتخابات مجلس القضاء يعين من في آخر المطار يعينوا رئاسة الجمهورية فالله عليكم إذا كان الرئيس الحالي رح يزيد يترشح وهو يعين هذا الطاقم اللي يشرف ما نتكلمش على وسائل الدولة الأخرى اللي يستعملها هذا ضمان لنزاهة الانتخابات يجي قلنا واحد والله فيه كذلك قانون 2012 يجعل لجنة لمراقبة الانتخابات إلى حد كبير الإدارة تعينها كذلك ثم حتى قانون هذا القانون في حداته في المادة مثلا 176 يقول أن حتى هذا اللجنة المراقبة إذا لاحظت شيء يعني تزوير أو كذا ما ترفعش قضية للعدالة باش تفتح ولا المجلس الدستوري لا أنها تخطر وش يقول تخطر الجهات الرسمية المخولة ما يقولوش حتى شكون يقولوش حتى شكون الجهات الرسمية المخولة في هذا القانون نتكلم بالذات يعني الهيكلة تعال الانتخابات يعني مبنية بطريقة أنه النظام كيعول على واحد الآلة اللي تزور رأي واجدة والتزوير طبعا مش معناها نجيبوا صندوق أما من ناس ونعمروه داروها في انتخابات سابقة شفناها مصورها أصلا لكن في طرق أكثر يعني لباقة يعني ممكن نمرها وكل المقاربة حتى المراقبة تاع جهات أجنبية النظام ما الضروش هذه أول ما مراقبة هي ملاحظة ملاحظين يجو ممكن عشر عشرين مياه إذا كثروا يمشوهم المراكز الإقتراع تعرفوا كم كان مركز الإقتراع في الجزير 48500 يعني هذا الملاحظين رحينيشوفوا ممكن مياه من بين 48500 ونعرف كذلك أن الأحزاب مهلهلة المترشحين بعضهم ترشح بهلواني فولكلوري يعني مترشح صحيح لازم يكون عنده جهاز باش علق يكون عنده مراقب في كل مكتب يعني تقريبا 50 ألف مراقب لكل المترشح كذلك الوضع السياسي المغلق أن في آخر المطاح طف يكون يترشح يكون الحزب المقبول كذا السلطة هي التي تقرر الحزب يجب يفور على وزارة العدل المترشح يجب يفوت بالحواج التي نعرف ها وكذلك من المترشحين المترشحين المجلس الدستوري ومقفل كذلك إلى حد ما فلذلك أن حركة راشاد هي من السابق دائما وحد يقول نراكم معاوش من المترشح ما راناش ما راناش معاوش يقول أن البنية السياسية التي ترتكز عليها هذه العملية والسبقتها والنظام الحالي هي بنية فاسدة فنحن لا نشارك لا من قريب ولا من بعيد في هذا الشيء ومازال نقول أن المصار الوحيد هو وقفة ويا ليت قالها هذا المرة لأن الأمر تعفني إلى أبعد حد تعي وتقول الآن كفا كفا استهزاء بالشعب الجزائري كفا تعريضا للدولة الجزائرية لهذه المخاطر خلونا نمشو المرحلة الانتقالية معلها واشي مرحلة الانتقالية تكون يشاركوا فيها كل الشركاء إحنا هذا ونشوف فيه الحل يعني الحل الأقل كلفة لأن ممكن راح تتفجر الأوضاع سألون بفعل يعني هذا النظام المنحرف يدخلنا في قلاق لو فوضى لا سمح الله راح يدفع ثمن هذا الشعب المسكين المقهور أو أن الشعب ينتفذ يقول حبسونا من هذا النظام بكله بكل أجنحته ويا ثور كمثارة غيرنا في مناطق أخرى لكن احنا نقول مستعدين لمرحلة انتقالية طبعا لها شروطها ممكن نتكلم عن بعضها لكن احنا نفتح المجال لكل الناس حتى حتى في تعريف ضوابطها شكلها مدتها وشرحها تدير هذه نتشاور مع كل من يريد المشاركة لأن هذا المسار الذي يحب يخلوه انتخاب وفاقط ومكانوال الدولة قايمة ويجيبون هذا الشيء لغة الخشب يناس يقول لهم خاف ورب هذا الدولة يريدينها الهاوية لذلك نحن نقول أن إذا فيه الدولة نريد أن نحافظ عليها فالمسار هو مرحلة انتقالية يشارك فيها كل الجزائريون بممثلهم الأحزاب إلى غيرك نجعل آليات فيه طرق وفيه وسائل مفصلة ممكن نقدم البعض منها ولكن نريد أن كل جزائريين يشاركوا فيها حتى ننطلق إلى إرساء وبناء الدولة الجزائرية الحقيقية التي تخرجنا من هذا المأزق الذي وصلنا له هذا البهدل الذي وصلنا لها أما واحد يقول رانبالك غدوة راح يعلن فيه احتمال بودفلي قطر الشح أول ما راح يتكلم يجيب لنا تصوير ولا فلان يتكلم عنه إنه وضع الصحي ما يسمح بذلك ومرة أخرى إذا كان هذا المسار لا نرى في العهد الرابعة حل هذا مطلق لأن العهدات فاتت وصلتنا للشيء الذي رأنا فيه ولا نرى كذلك يسمونه مرشح السلطة يعني من عسكر أو كذا نرفضه أيا كان ولن تدعم رشاد أي مترشح لمرشح الانتخابات لأننا قلنا موقفنا هو عدم المشاركة فيها أصلا وهو أقوى من المقاطعة لأن يقاطعوا هذا العمل الانتخاب بالذات لكن ممكن يقابلين هذا النظام ويتعاملوا معه لا 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 نتعاملوا نعملوا نحن نتعاملوا مع كل الجزائريين ممكن يكونوا الناس في النظام لا نقص ولا شيء لكن فيما صار آخر فمتى كان هذا الاستعداد ظهرت هذه النوايا والحمد الله فيه من السياسيين الجزائريين اللي قالوا هذا الكلام لكن لنتكلم عن نعود الدولة الجزائرية كيف نعيد حقيقة السلطة للشعب الجزائري كيف يخضع العسكري حقيقة للسلطة المنتخبة كيف تكون أجهزة المخابرات في شكل آخر يكون جهاز مخابرات تابع للسلطة مدنية في وزارة مدنية كيف نفصل بين هذا الخلط مثلا في أشياء كثيرة الآن الجزائر تستعمل كوسائل لإثارة الفوضى التنظيمية عندنا مثلا جهاز نأخذه كمثال بسيط دارك وطني تابع لوزارة الدفاع للجيش لكن متكفل بأمور تخص المواطن يعني دور الشرطة في الأماكن النائية ولا في أمور معينة يقوم بها الدارك الوطني أولا إذا حبينا نبقي عليه لأن سامحوني قوم تبع كلمة دارك لأن سيادنا لكانوا يحكم فينا سامحوا لكلمة بين قوسين عندهم الدارك الوطني كما فرنسا لكي نكون واضح أليش نحتاج هذا الأجهزة كلها يا سيدي حتى يدرنوها ديروا كما فرنسا الآن يا فرنسا رجعت الدارك الوطني تحت وزارة الداخلية فيه أمور كثيرة وعديدة في نمط تسيير النظام الجزائري توحي أن فيه لخبطة تنظيمية فيه أمور لازم تعادل النظر فيها أكيد لكن موش مثلا على الفور بالتأني وبالحوار فيما يخص الدستور في طبيعة الدولة الجزائرية في طبيعة التوازن بين السلطات وبين يعني كل ما يكون دعائم الدولة الجزائرية كيف نعطي حقيقة السلطة الفعلية للقضاء وما يبقاش القضاء مؤسسة لا سلطة القضاء حريات المواطن إلى غير ذلك هذا ما نرجوه ونعمل من أجله ليلة نهار مع كل الشركة مع كل الفرقاء الجزائري مع الشعب الجزائري لأننا نرى الحل ليس في الانتخابات فلتكون هذه الانتخابات ليس نعطلوها ولا تحب اللي حاب يديروا على رواحهم لكن مهما يطلع منها نقول اللي يطلع على هذه الانتخابات ويكون صادق مع الجزائر يقول على الفور نخوض في مرحلة انتقالية أما إذا كان نريد أن نبقي على الوضع الحالي نقول أن رشاد ستعمل لتغيير هذا النظام دائما وأبدا بالطرق المشروعة وبالطرق السلمية اللاعنفية لأننا نريد أن نحافظ على أمن وسلامة ووحدة الجزائريين نزيح نظام ولكن نبقي إن شاء الله على الدولة الجزائرية القوية شكرا عليكم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا